تقول أسكن في برج عالي مكتض بالناس ما الحكم إذا ركبت المصعد وأثناء نزولي إلى الطابق السفلي يقف المصعد فيدخل رجل واحد وأحيانا أكثر من رجل وأنا وحدي قالبا يقف المصعد أكثر منه مرة أكون مستعجلة أو أنحرج من منعهم من الدخول ومرات أمنعهم من الدخول فيغضبون ما حكم ذلك أخت أمت الله من الشارق بارك الله فيك وحماك وسترى علينا وعليك وعلى جميع المسلمين أخت الفاضل عندنا قاعدة مهمة في مسألة الخلوة وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تدخلوا على النساء فقال الرجل يا رسول الله أرأيت الحمو قال الحمو الموت وفي الحديث الآخر لا يخلون رجلا بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما العلماء قالوا الخلوة المحرمة هذه هي أن يكون الرجل الأجنبي مع المرأة الأجنبية عنه في مكان لا يراهم أحد لا يراهم أحد إذا جئنا نطبق هذه القاعدة على ما ذكرتي تكون هذه خلوة هذه خلوة محرمة ولذلك إذا كان أكثر من شخصين يعني دخل شخص ثالث انتفت الخلوة إذا دخل أكثر يعني من اثنين أصبحوا ثلاثة أو أربعة انتفت الخلوة انتفت الخلوة خاصة وأن المصعد سريع ما يستغلق إلا ثواني وأحيانا دقيقة أو دقيقتين لكن عموما إذا كان هناك رجل وامرأة فقط فهذه خلوة نص على هذا أهل العلم من المعاصرين الذين بحثوا هذه المسألة ولذلك أخت الفاضلة تقولين اسمح لي اسمح لي تقولين له وحقيقة ينبغي على الرجل الرجال خاصة يعني المسلم يجب عليه أن يلتز بأحكام الإسلام ولا يغضب لماذا يغضب كيف تسمح لنفسك أن تدخل مع امرأة لوحديكما في المصعد فتقولين له اسمح لي بارك الله فيك المصعد سيأتيك إذا اقتنع بهذا ورضي واستجاب الحمد لله ما استجاب اخرجي أنت وممكن تنزلين مع الدرج أو تنتظرين المصعد مرة أخرى لكن عموما يجب على الرجال أن يكون لديهم ذوق يكون لديهم أدب يكون لديهم يعني يعني مثل هذا النظر الشرعي يعني كيف أدخل لوحدي مع امرأة في المصعد يعني يكون عند الإنسان حتى لو كنت مستعجل يعني كم سيستغرق التأخر يعني بانتظار المصعد نصف دقيقة دقيقة دقيقتين ها ممكن تحسبها أنت إذا كنت فعلا تريد أن تخرج إلى عملك مبكرا تستطيع أن تحسب هذه الأشياء عموما أخت الفاضلة يعني اجتهدي قدر المستطاع والله إذا يعني حصل الضرورة ونزولك يمثل تأخير مثلا أنت مضطرة إلى مثل أهالة